صباح الخير مستمعين الكرام تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم برنامج زي في الصباح أسعدوا فيه باستضافة الأستاذ المحاضر بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام الدكتور عرجون سمير صباح الخير دكتور شكرا لسلبية الدعوة صباح الخير سيدتي صباح الخير مستمعنا الكرام شكرا على هذه الدعوة الشكر لك أستاذ سمير عرجون لقاء يأتي في اليوم العالمي للإذاعة الجزائرية بداية أن أهني كل العمال الإذاعة الجزائرية عبر جميع محطاتها الصحافيين والتقنيين كل العمال والعملين المخرجين بكل الأصناف السائقين لا ننسى أحد أعوان الأمن كلهم على المجهودات التي يبدلونها في إطار الخدمة العمومية التي يقدمونها للمواطنين وانترحوا أيضا على من فقدناهم في هذا المجال الواسع والفضاء الواسع الذين كانوا لنا رصيدا في مسيرتنا المهنية وانتمنى المشوار الزاهر للجميع أيضا أستاذ بداية يعد الراديو أو المذياع من أهم وسائل الاتصال التي عرفها الإنسان منذ قديم الزمان قد حددت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو يوم الثالث عشر فيفري من كل عام يوما عالميا للاحتفال بالإذاعة ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946 قبل أن نفصل في محاور هذا النقاش أود أن أسألك هل تتابع البرامج الإذاعية أنت ولماذا؟ أنا أحبت أن أقول لكم لأعيد سعيد للجميع أتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التألق والاستمرارية خاصة أما فيما يخص السؤال التي طرحتها عليها هل تتابع البرامج بدون شك أن أتابع البرامج لا مثل مختلف الجماهير هناك جانب مهم جدا من العملية الإعلامية التي تقوم بها الإذاعة وأنا أستمع كثيرا الإذاعة خاصة في بعض أوقات الذروة وسوف نعود إلى ذلك في الأسئلة القادمة الإذاعة أو الراديو ما تزال محافظة على بريقها في ذل الغزو الوسائط ومواصل التواصل الاجتماعي هل بأرأيك أستاذ هو عامل ثقة ومصداقية لدى عموم الجمهور والمستهلكين للمادة الإعلامية؟ يعني أردنا أن تكلموا على الإذاعة اليوم اللي عندها أكثر من قرن حقيقة اليونيسكو أقرت يوم 13 في بريقيا يوم عالم الإذاعة ولكن بالعودة إلى الوراء قدروا نقولوا بالإذاعة اليوم عندها أكثر من قرن وعشرون سنة وخلال هذه المختلفة الفترات التي مرت بها الإذاعة يعني كسبت نوع من النطج وكسبت جماهير متعددة أما فيما يخص قوة الإذاعة فقوة الإذاعة تكمن في أنها وسيلة إعلامية قريبة جداً للمستمع مختلف الفئات الجماهير يعني يستمع إلى الإذاعة نظراً لقرب هذه الإذاعة إلى المختلف الميولات وسهولتها أيضاً في سهولة التقاط البرامج الإذاعية لأنها غير لا تطلب أشياء كثيرة بالإضافة إلى السهولة لتعتهن الإذاعة يعني باش نطقتوا مثلاً البرامج نقدر نقول الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الجماهيرية ذنماس ميديا وهي قريب كثير من المواطنين خاصة في بعض المناطق المنازلة أو للمناطق البعيدة وكذلك حتى بعض المناطق المحلية ليعتبروا الإذاعة كعنصر لكمبانيهم يعني عنصر يمشي معهم في الحياة اليومية نظراً للمادة الإعلامية القريبة جداً للمواطنين التي تقدمها نعم ما هي التحديات المفروضة اليوم على الإذاعة لمواكبة التطور الرقمي الجديد وما هي العوامل التي تساعدها على المنافسة أيضاً؟ سيدتي قبل ما نعود نولي للتحديات الإذاعة نقدر نعود نولي إلى واقع الإذاعة حالياً في الجزائر ولا في مناطق أخرى من العالم نقدر نقل بالإذاعة اليوم راهي تمر بمرحلة النطج بعدما مرت بمرحلة النشأة اليوم راهي في مرحلة النطج ووصول مختلف الوسائط التكنولوجية تجعلها أكثر رواجاً من بعض الفترات السابقة تجعلها تكسب جماهير واحدة أخرى خاصة الجماهير التي لم تكن في السابق تهتم بالمادة الإعلامية أما التحديات فهناك تلت تحديات كبيرة التي نصنفها في ثلاث محاور كبيرة المحور الأول لهذه التحديات هو محور إعادة تجديد الجماهير نعرف كامل الإذاعة ومختلف وسائل الإعلام بلي اليوم عندها مشكلة مع الجماهير هناك جماهير نقدر عليها نقوله تاريخية ولا إستوريك هذه الجماهير لحقت لواحد المرحلة تحب التجديد وحبت إعادة الهيكلة اليوم الإذاعة لازم عليها التعاود هيكلة الجماهير ديالها لما راهيش جماهير هاجينة كما مثل ما كانت في السابق اليوم التوجه إلى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال ومختلف المناصات الإلكترونية يخلي الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى تجذب جماهير جديدة خاصة الأجيال الشباب أو الجماهير الجماهير اللي عندها سنتحها قليل فئة الشباب لكي تستطيع تكون قاعدة جماهيرية واحدة أخرى وتضمها إلى القاعدة الجماهيرية التقليدية التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي كيف سواء الإذاعة ولا وسائل الإعلام الأخرى ولا التلفزيون ولا الصحافة المكتوبة ولا الصحافة الرقمية اليوم ما نستطيع أن نكتفي فقط بالمساعدة ليراهي مختلف السلطات تتمدهم ولا تمول هذه الوسائل لازم نروحه إلى نموذج اقتصادي يكون فعالي يكون واقعي وكذلك يستجب إلى حقيقة البيئة الاقتصادية والإعلامية اللي نشأوا فيها المؤسسة الإعلامية والإذاعة كغيرها من المؤسسة رهي مؤسسة اقتصادية يعني في ألباز ولا في التركيبة تحها حقيقة يعني تستحق مداخير مداخير يتمدهم المؤسسة مؤسسة الدولة حتى نحافظ على هذا التركيز وهذا النوع من يعني التوازن شكرا التوازن خاصة إعطاء هذه الخدمة العمومية للمستمعين والجماهر ولكن كذلك لازم نبحثوا على تمويل مصادر مرتكرة جديدة خاصة لتكون من البيئة الاقتصادية لهذا نحن نقوله الوسائل الإعلام والإذاعة يجب أن تقدموا المادة الإعلامية لكم لازم تكون تمدوا مادة إعلامية تكون يعني ملائمة للمستمعين لازم تكون يعني بتريقة جدابة لازم يكون تصميم لازم يكون ديزاين هناك عمل على المستوى المحتوى شكرا على المستوى المحتوى حتى الجماهر تقدر نستعمل كلمة استهلاك حتى نستهل كل مادة إعلامية نتجاوز الطرق الكلاسيكية في تقديم المادة الإعلامية شكرا طرق تقليدية وحتى هنا نخلي نخلي واحدة المؤسسات الاقتصادية تظن بهذه المؤسسات الإعلامية عندها ثوق كبير لهذا طرح لهذه المؤسسات في نهاية الأمر ترويج منتجاتها ومستانعة ومنتجاتها لكي مؤسسات الاقتصادية ترح تمول والمؤسسة العالمية يكون لديها مصادر وحدة أخرين بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية لازم اليوم ندول جمهورنا نقدره ناخده في طمعنا ونحطه في هذه المرحلة وفي هذا الوضع ليقدر يشري أنابون وليقدر يدير اشتراكات مثل ما يحصل في كبرى القنوات الإذاعية والتلفازية والجرائد العالمية وهنا هي الإذاعة والمؤسسة العالمية يكون عندها ثلاثية ليكون عندها مصادر أموال مداخل مالية إعانة الدولة عندنا من الجانب الآخر الاشتراكات ومن الجانب الآخر للجانب الإعلاني والاقتصادي كلامك جميل جدا هنا نحن بصدد سنتك تواصل النقطة الثالثة فقط في هذه النقطة أفتح قوس هنا نحن بصدد إعادة تعريف المفاهيم أو ضبط المصطلحات من جديد فيما يخص الخدمة العمومية لأن هناك من يفرق ما بين الخدمة العمومية ومجانية الخدمة يعني الخدمة العمومية هي المادة الأولية اللي لازم تكون عند أي وسيلة إعلامك سواء إذاعة ولا راديو ولا تلفزيون يعني لازم الانطلاق يكون منها وحتى النهاية لازم تكون هذه الخدمة العمومية وللو سيرفيس بيبليك أما النقطة الثالثة اللي كنت نتحدث عليها بنتحدث عليها اللي هي هذا العالم الرقمانة اليوم دخلنا في عالم الرقمانة اللي لا نقدرش نعود نقول له كين عمل كبير اللي تندر فيه وكين جماهير كبيرة اللي تنشط في هذا الماجل خاصة الجماهير الشبابية فئة العمرية اللي هي شابة هذه الفئة العمرية يعني تعمل وتتعايش وعندها نشط كبير في هذا الجانب الإعلامي اليوم الإداءة ما عندهاش حل ما عندهاش يعني اختيار واحد اخر لازم تدخل في هذا هذا الجانب هذا الجانب الرقمانة وتعطينا يعني يعني ما تكتفش فقط بالاستغلال كما نقوله الشكل للمادة الإعلامية في الجانب الرقمي ولكن لازم ندخلوا لازم ندخلوا في في القاضية ونديروا يعني يعني نديروا عملية رسكة لكان إمكانية كبيرة في هذا الجانب خاصة هنا في الجزائر هذا الإمكان لازم نستغلهم لازم يعني نرسكلهم باش نروحوا إلى إنتاج مادة إعلامية إلكترونية يعني تكون يعني الهدف تحاستيقطاب الجماهير اللي رانا نقوله اللي راهي اليوم راهي يعني على الجانب تقصد البودكاست وما إلى ذلك هناك يعني هناك كما رانا نشوفه مثلا في التجربة الجزائرية كان عمل كبير لتندير من الجانب في جانب رقمنا ولكن يعني تندير بشكل يعني كان جانب شكل كثر منه هو الجانب جانب المحتوى المحتوى راهي نقص بزاف اليوم حقيقة مثلا إذاع الجزائرية راهي تبث على هذا في الانترنت أو في الواب ولكن نستعمل ولكن يعني ما زال عمل في الواب القضية وين اليوم ما نكتافي فقط ببث البرامج الإذاعية اللي نبثوها على الأثير نحطها في هذه المواقع الإلكترنت يوم لازم نتجه إلى مادة إعلامية ولا إنتاج إذاعي إعلامي خاص بهذه الفئات الشبابية كما قلت مثلا البودكاست ولا مثلا نستعمل طريقة البث غير المباشر وين نصنعوا المحتوى ونحطه مثلا في الموقع على الإذاع الجزائرية والمستخدم كي يكون عنده الوقت يستمع ولا يكتشف هذا المحتوى وإلى غير ذلك من الطرق لتخلينا كما قلت نعود نجيبه الجمهور لي رأوا اليوم مثلا عنده شوية شك ولا ما حبش يدخل إلى هذه العملية الإعلامية نحن نجيبه بمحتوى يكون متلاء مع الأذواق نعم بكل تأكيد دكتور سامير عرجون اليوم اليوم العالمي للإذاعة اليونيسكو تركز عن مفهوم الإذاعة والسلام العالم اليوم مليء بالتحديات والتهديدات نحن بكل تأكيد أيضا في بلادنا الجزائر نواجه تحديات وأيضا تهديدات دائما أقولها ممن لا يرقوا لهم أبدا أن تتماسك الجزائر بحريتها واستقلال قرارها أي مسؤولية تقع على الإذاعة على الإعلام عموما سلطة الرابعة للإسهام خاصة في الدفاع عن الجزائر ونقل صورة حقيقية عن الجزائر من الداخل نحو الخارج كنا بدنا هذه الحصة ونقول الإذاعة نعتبرها من الوسائل الإعلام يتكون قريبة كثير من المستمعين ومن المواطنين أنا نظن باللي المادة الإعلامية التي تبث في الإذاعة هي مادة للمصفيها من الحق بالما تلحق تمر على عدة مراحل التي تصفي المعلومة والمادة الإعلامية على الإذاعة هي مادة يعني جد مادة إعلامية خصبة أولا وفيها نوع من مادة إعلامية آمنة ومادة إعلامية لتمر على عدة مراحل حتى تصل إلى المستمع يعني من هذا المنطلق نقدر أن نستعمل الإذاعة اليوم وستعمل من أجل بث الرسائل التي تكون إيجابية الرسائل لتطمن المواطنين الرسائل التي تكون أكثر أمان بالنسبة للمشاهدين وعفوا بالنسبة للمستمعين وهنا تكمل قوة المضمون الرسالة الإعلامية يعني نعود للنظرية التقليدية ندخل شيء في الجانب النظري نقول الرسالة هي الرسالة هي الرسالة الإعلامية يعني تكون عندنا مادة إعلامية تكون مادة إعلامية جيدة يعني صفية مليح وعندها هدف معين الإذاعة تقدر تلعب هذا الدور بشكل إيجابي وشفنا الإذاعات خاصة في دول النامية منها الجزائر لعندها رسالة أكثر منها اجتماعية رسالة بيئية ورسالة مواطنية كثر منها أي جانب آخر نجمع ما يكون إعلام مواطنة دعام أستاذ تعدد الآن في الاختلاف في المواقف هو جوهر الديمقراطية لكن دائما هناك دسائس مخططات خبيثة تثيرها بعض الأطراف التي تستهدف استقرار الجزائر وأمنها تستخدم في ذلك مختلف الوسائل أدوات ثقافية سياسية لتحقيق أجندات كيف يمكن مواجهة هذه الهجمات السيبريانية المسعورة من خلال البرامج الإدعية بالأمس فقط كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد تعرضت لسلسلة من الهجمات السيبريانية معروفة المصدر من الكيان الصهيوني ومن المخزن يعني اليوم العملية الإعلامية هي عملية جد حساسة عملية مهمة جدا حساسة اليوم هذه السلطة الرابعة التي تطورت مع الوقت مع وصول الانترنت إلى السلطة الرابعة وكذلك تلعب في نفس الوقت السلطة الخامسة لكن دخلوا منها المضامن التي تتبث على العالم الرقمي يعني ولات جانب مهم جدا من مكونات الدولة يعني المادة لوسائل الإعلام والبيئة الإعلامية هي لولات ناتق رسبي لمختلف هيئات الدولة هي لسان حال الدولة بكل تأكيد لسان حال الدولة واليوم ولا تسبق حتى الجانب الديبلوماسي كأننا نبدأ من البيئة الإعلامية والبرامج التي تبث هم مختلف وسائل الإعلام بعد ذلك يتدخل الطرف السياسي يتدخل الديبلوماسية يعني اليوم لازم ندير عمل كبير من هذا الجانب لازم نكتاف وش فقط بضمان جانب أمني الشكلي لمختلف الوسائل الإعلام تعني يعني نشفنا البارح يعني الهجمات التي كانت ضد موقع الأبياس وقبل أمس كان موقع آخر للشركة الوطنية للسك الحديدية تعرضت إلى هجوم سيبرياني وعدة يعني هناك عدة مؤسسات لتعرض لمواقع لا نسمعوش لازم تكون من داخل باش يكونوا عندنا معلومات من هذا الجانب يعني اليوم أصبح من الواجب يعني لازم نديره يعني مجهود كبير يعني تحدي الرقمنا يفرض أيضا تحديات أخرى على مجال تأمين المعلومات وتحميل شبكة المعلومات جانب مهم جدا من العملية الإعلامية اليوم لازم يتحتم علينا نحميه هذه المواقع ونحميه المعلومات خاصة لكين في هذه المواقع باش نقدروا يعني نضمنوا بث واستمرار هذه المؤسسات اليوم لازم مؤسسات الدولة تأخذ بعين اعتبار هذا الجانب ويعني نعملوا عليه ونخدموا عليه باش يعني نلحقوا ونديروا يعني نديروا يعني نديروا هنا نديروا مثلا منظومة متكاملة شكرا منظومة متكاملة من الجل حماية هذه المؤسسات نعم صحيح الآن أنه نحن نتوفر على مشهد إعلامي متنوع متعدد لكن هو أيضا دائما لأنه هناك تطورات بحاجة إلى مزيد من الضوابط مزيد من الاحترافية الإداعات فقط الآن نمتلك حوالي ستين محطة إداعية وأكثر لا أعرف العدد بكل صراحة هو مكسب يستحق التثمين أو الإشادة إلى أي مدى الآن مهم عصرنا هذا عصر اللي نسميه تانيك عصر المعلومات ولا عصر مجتمع المعلومات كل واحد فينا اليوم يصنع المحتوى مختلف الأشكال اليوم لا عندنا الاختيار لازم علينا نستغل هذا الوضع بشكل إيجابي من أجل وضع منظومة إعلامية الحقيقية لصناعة المحتوى وكذلك القوانين اللي تنظموا اليوم رأينا نشوف جميع من واحد اللي يصنع المحتوى ما عندنا جانب منهجي ما عندنا منظومة ما عندنا تارقة اللي نعمل فيها يعني مثلا نأخذ مثال الإذاعات فيما أظن 54 إذاعة محلية ووطنية هنا في الجزائر المادة الإعلامية والصنع المحتوى الإعلامي أراه جانب مهم جدا للإذاعات خاصة المحلية لتخلي الناس تكون قريبة من هذه الإذاعات اليوم الفئات العمرية الشبابية اليوم رأي تنشط كثير في هذا الجانب يعني كان صناعة محتوى كبير اللي يراه ميدلوه خاصة اللي نقول لحنا جيل زاد ولا جنراسيون زاد يعني هات الشباب اللي نزاد من 1995 إلى ما فوق هذا الجيل هذا يعني نزاد وكبير وليوم رأي ينشط في هذا الجانب الرقمي يعني ولات عمليات صناعة المادة الإعلامية الرقمية يعني ولات له شيء سهل جدا يعني راه يعمل في هذه المنظومة هذه اليوم يتحتم علينا مختلف وسائل العلم يتحتم عليها يعني تمشي مع هذا التطور وتمشي مع هذا يعني التقدم الذي فرضته الثورة الرقمية نعم الذي فرضته الثورة الرقمية من أجل نعود لاستقطاب هذا الجماهير وكذلك من أجل احتواء المادة الإعلامية والرسائل التي تتقدم في هذا الجانب يعني نظن لا لدينا اختيار لازم حتى يعني في في قوانين الإعلام اللي رح نقول لها لازم نتضمن هذا الجانب لأصبح يعني لأصبح مهم جدا هذا ما كنت أسأل سأسأل إليها البرعي كان قانون سمع البصرية الجديد سيتمكن من تجاوز كل الاختلالات التي عرفت القوانين السابقة بما يصفي مزيد من الاحترافية التنفسية وأيضا يسهم في بعض تجربة سمعية نظن باللي آخر قانون الإعلام عضو الإعلام يعني يعود إلى 2012 يعني عشرة سنوات والأحداثين سنة يعني أظن باللي يعني حان الوقت باش نديروا قانون إعلام عضوي ويكون أكثر حداثة وأكثر عسرانة يعني شفنا بعض بعض النقاط من القانون العضوي الإعلام وقانون السمع البصري وكذلك قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الرقمية يعني هناك بوادر من أجل الوصول إلى قانون إعلام يكون ملائم للبيئة الإعلامية الجزائرية أين يعني رح يكون المتر دبور يعني الركيزة الأساسية رح تكون يعني متوازنة بين الأداء يعني الأداء المهني للعمل الصحفي ومن جانب آخر كذلك من جانب آخر احترام المسؤوليات ولا المسؤولية الاجتماعية لهذه الوسائل الإعلام نعم دول الإعلام أستاذ هو أيضا ليكم في نقل الأخبار ونشرها بل يتعدى إلى صناعة رأي عام حتى يصبح الإعلام إعلام مواطنة هل مسؤولية 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 الحكومة أم مسؤولية ممارسية القطاع يعني رح يكون جواب كلاسيكي وجواب تقريدي رح نقول لك هناك مسؤولية مشتركة للجامع ولكن أنا نعود إلى عنصر الذي نشوفه مهم جدا وهو الجانب يعني The ethics الاخلاقيات المهنة الإعلامية يعني نظن يلو كان يكون هناك مجالس لأخلاقيات المهنة ما يقول لدينا ما يكون مشاكل لتخرج من العائلة الإعلامية رح يكون يعني رح تكون مختلف يعني التسيير أو مختلف الآليات رح توضع داخل هذه العائلة الإعلامية ومن نروح إلى هيئات أخرى مثلا مثل العدالة يعني مختلف المشاكل تقعد في هذه المنظمات قبل أن نروح إلى الهيئات الأخرى للدولة يعني نظر بليل يجب نشتغل كثر على هذا الجانب المهني والجانب التنظيمي الداخلي لوسائل الإعلام الإعلام له دور جوهري في التزويد الجمهور بمعلومات مستقية بعيد عن تضيير الإعلامي لكن هناك أيضا أستاذ خيط رفيع بين الحرية المسئولية والجرأة الصحفية كيف نضمن توازن بين مهنة صحفية محترفة وبمسئولية كيف نفرق أيضا بين الضوابط والقيود هذا السؤال شامل وسؤال كبير لازم نلوق كأن هناك عناصة لتضمن الشفافية في العملية الإعلامية خاصة نعود للتكوين التكوين لازم تكوين ملائم للصحفيين ومثل ما قلت في البداية لازم نقي هذه العائلة الإعلامية من أشبه الصحفيين لازم توني للعائلة الصحفية والصحفيين الحقيقيين كذلك لازم نعود لأبجديات العملية الإعلامية خاصة مثلا مصادر الإعلام طرق لينبثوا بهم المواد الإعلامية وخاصة لازم الصحفي ثانيك لازم هو ثانيك يكون جانب يكون عنده جانب المسؤولية مسؤولية اجتماعية مسؤولية سياسية مسؤولية بيئية ولازم يعرف خاصة في الجزائر ومثلا مختلف الدول التي رأي اليوم في طريق النمو نعتبر الصحفي رمز وهو مسؤول نأخذه كلام بجدية نأخذه القبعة ونعرف الرسالة التي قدمها الصحفي هي رسالة التي تأثر كثير على المجتمع هنا الصحفي يجب يؤدي الدور بطريقة جيدة يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بالنسبة انتهى وقت البرنامج سيكون لنا حديث الحديث معك شيق أستاذ سمير عرجون الأستاذ محاضر بالمدرسة العلية الصحافة وعلوم الإعلام سعدت كثيرا ترجمة نانسي قنقر